تسكل الثروة الحيوانية إحدى الركائز الأساسية في المنظومة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد باعتبارها روافد محوريا من روافد التنمية بما تمثله من نسبة معتبرة من الناتج المحلي الإجمالي وفي إطار وعيها بهذا الدور الاستراتيجي يأتي تنظيم وزارة التنمية الحيوانية لهذه الورشة التشعورية التي تجمع بين المنتجين والمستخدمين للمعلومات الإحصائية ولذلك ضمن التحضير لعملية الإحصائي العام للثروة الحيوانية في موريتانيا تعتبر المعلومات الإحصائية نقطة لانطلاق لكل عملية تخطيط أو وضع سياسة تنموية وفي هذا الإطار فإن وضع نظام ذعال لجمع المعلومات يعتمد على معرفة جيدة بالقطاع وخصائصه من أجل مواكبة سياساته ومتابعة تنفيذها ومن هذا المطلق فقد تقرر إجراء إحصاء عامل الثروة الحيوانية تحت رعاية وزارة التنمية الحيوانية وتتولى الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي تنفيذه بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة وسينجز على عدة مراحل وسيؤدي إن شاء الله إلى وضع قاعدة بيانات دقيقة عن القطاع السيد سيدنا ولنده والمحمد صالح المكلف بالمساعدة البنية في عملية إحصاء ثروة الحيوانية على مستوى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو أوضح بكلمة له بهذه المناسبة أن الفاو حشدت الموارد اللازمة لتقديم المساعدة البنية المتخصصة من أجل إجراء أول تعداد للثروة الحيوانية في مورتانيا مبرزا أن هذا الدعم سيمكن من إنجاز تعداد يسمح بإجراء مقارنات محلية ودولية تتناسب مع السياق الوطني ويرشادات منظمة الأغذية والزراعة لهذا المجال الورشة التي تدوم عملها يوما واحدا سستضمن عروضا مقدمة من قبل خبراء من الوكالة الوطنية للأحصاء والتحديد الديمغرافي والاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة حول عناصر ومنهجية الأحصاء العام للثروة الحيوانية اشتركوا في القناة